اشتركوا في القناة المثمرة والناجحة لجلالة الملك المعظم إلى الصين التي تؤكد عمق العلاقات الثنائية القوية هذا وتاتي زيارة جلالة الملك تزامنا مع الذكرى الخامسة وثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وقد أسفرت عن نتائج إيجابية تساهم في تعزيز العلاقات الثنائية وفتح أفاق جديدة للتعاون بين البلدين الصديقين في مجالات الاستثمار والصحة والتكنولوجيا المتقدمة والتجارة والإعلام والسياحة والعديد من المجالات الأخرى ما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بما يحقق المزيد من التقدم والاززهار للبلدين الصديقين وشعبهما تلبية لدعوة فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ قام حطرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بزيارة الدولة إلى الصين وحضر مراسم افتتاح الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي خلال التاسع والعشرين والحادي والثاثين من مايو خلال الزيارة أجرى الزعيمان مباحثات رسمية وأقام فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ مراسم الاستقبال الرسمية ومأدبة العشاء بمستوى أعلى لجلالة الملك لذا فإنها زيارة تاريخية مهمة اشتركوا في القناة